السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وانمضخ بيله انا معمونة هقدم لكم النهاردة طريقة كفة الداود باشا بقى اسهل واسرع طريقة والطعم بقى حكاية لو اول مرة بتزور القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكات اسبكم بقى مع المقادير وطريقة التحضير هنا معايا المقادير بتاعتي طبعا كمية اللحمة المفرومة سواء نص كيلو او كيلو حسب رغبتك انت معايا هنا حوالي خمس معالق من البقدونس المفروم معايا بصلة كبيرة وبشراها على النعم معايا ربع بس فلفل احمر وفرماء ربع واحدة يعني وفرماءها بالبشراها يعني معايا هنا بقى ملح وفلفل اصمر ربع معلقة فلفل اصمر وهنا معايا بقى البهارات اللي هي اللحمة معايا معلقة كبيرة ومعايا ربع معلقة من الجنزبيل وربع معلقة من الحباه اول حاجة هنزل اللحمة والفلفل والبصل والبقدونس والملح والتوابل اللي كانت معايا بقى كلها هقلبها كويس او لحد ده ما حسي ان كل الخليط كده مع بعض ده مجمع اللحمة وكله بقى واحد هنا بعد اما خلصتها معايا صنية وفيها كمية من الدقيق وهبدأ اكور الكراب بتاعة اللحمة الكراب اللحمة حسب رغبتك حبها اكبر من كده حبها اصغر من كده ده حاجة بترجعلك انت بعد اما خلصتها خلاص حد ان انا احرك الصنية بالشكل ده هتبسط لقاها هتغطت بالديه لوحدها هنا بقى على البتجاز التاسة وفيها زيت مش كتير قوي لان انا احمر فيه بعد كده البصل زي ما حضراتكم بقى شايفين كده هنزل بقى الكمية اللحمة اللي معايا كلها بالشكل ده وهحركها تحريك كده بعد اما تتحمر بقى تماما واضمن انها تحمرت كويس هقلبها على الاتجاه الزين واواصل التحمير للكرات اللحمة كلها يهمني انها هتكون كلها حمرة هنا بقى مجهزة معايا المصفة شايفين ده شكلها مجهزة معايا المصفة السلك وتحتها طبعا هلا تحتها اي حاجة بقى طبق ولا اي حاجة عشان الزيت اللي ينزل فيها هكمل تحمير بقى اللحمة اللي معايا كلها وهبدأ انزل بالبصل هنا حطيت البصل ويعني متأسفة جدا ان والله الكاميرا فصلت علي في اللقطة وانا بنزل البصل هنا معايا بقى التوابل بتاعتي معايا اللي هي الخلطة الخضار اللي انا بقولوكو عليها بديل الماجي ومعايا بهروط اللحمة وفلفل اسمر وحبهان وملح هنا بعدا ما البصلة بدأت تتحمر معايا هنزل بالتوابل كلها مع دا الملح طبعا مجهزة حوالي كيلو طماطم وفرماو مصفية طبعا يعني انا الطماطم اللي انا بستخدمها دي اساسا متأشرة جهزة بتجي كده معلبة مؤشرة جهزة حطيت بقى الملح ولو عندك بقى الطماطم بتاعتك حسيتيها مززة شوية حطلها معلقة كبيرة من السكر عشان تزبطها معايا هسيبها بس تغلي خمس دقايق هنا بعد ما غالت حطلها حوالي كوبايتين من الماء او كوباية ونص حسب الكمية اللي معاك بعد ما غالت بقى الخليط اللي معايا بتصوص الطماطم هنزل بقى كرات اللحمة وابدأ ان انا احطها وخليها تغلي هنا يعني تغلي كويس قوي هسيبها خمس دقايق وبعد كده قدمها رشد بقدونس من على الوش وتبقى جميلة جدا طعم جميل يعني ما اقولكوش بجد خطيرة وحكاية ياريت ان كنت يتجرر بيها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبك اتمنى لو اول مرة بتزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي من النحال اشتركوا في القناة